فما زلنا مع باصيرة القرآن المتعلقة بتحريف بني إسرائيل والفساد الذي وقع فيهم من بعد التحريف من قوله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى آخر الآيات مما فصلنا على العموم والإجمال في حصص صابقة الله جل وعلا نبهنا إلى خطيئة اليهود الكبرى وهي التحريف هذه خطيئتهم الكبرى لأن المفاسد التي وقعت فيهم بعد إنما هي بسبب ذلك الصنيع الشنيع وهو تحريف الكتاب والذي تابعهم فيه النصارى بعد إزاء الإنجيل فالذين تولوا كبرى التحريف لكتاب الله أول الأمر إنما هم اليهود ولم يزل ذلك ديدنهم وخلقهم إلى يوم القيامة ولم يفتأوا يحاولون تحريف القرآن العظيم أرغم أنه ليس بأيديهم ولا لهم وقد علم طبعا أن الله جل وعلا ضامن حفظه إنما هذا الضمان الرباني للقرآن له معنى عسى أن تطرق إليه بعد بحول الله من بعد أن نبين مخاطر التحريف وضروبه وآثاره ونتائجه الإصرار على الكفر والغلظة والتمرد على الخالق جل وعلا كل ذلك كان سمة للشخصية اليهودية في القرآن وفي التاريخ في القرآن أي كما وصفهم الرحمن جل وعلا بالآيات وفي التاريخ أي كما كانوا فعلا في تاريخهم مذكانوا إلى يوم الناس هذا تمرد على الله جل وعلا بل إعلان التمرد على الله أن يعلنون ذلك ويفصحون عنه ويشهرونه إشهارا ومن هنا خاطب الحق المؤمنين من هذه الأمة قائلا أفتطمعون أي أيها المسلمون أن يؤمنوا لكم والحال أنهم كانوا كذا وكذا وكذا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد بينا ذلك كيف أنهم سامعوا إلى جانب موسى رب العالمين يخاطب موسى في تلك اللحظة المعجزة من الميقات والمعاد ثم طلبوا بعد السماع الرؤية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نار الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون إلى آخر الآية غلظة تمرد سمعوا وأدركوا حسا كما أدركوا معنا أن الله جل وعلا يكلم كليمه عليه الصلاة والسلام وأن هذا الكتاب الذي هو القرآن كلام الله جل وعلا يقينا صدقا شيء وجدوه بآذانهم وبعقولهم وعلموه أفا اصطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أي أدركوا أنه خطاب الله جل وعلا وأدركوا حقائقه وأوامره ونواهي وهم يعلمون يعلمون بأن هذا الكلام كلام الله ويعلمون أنهم يقومون بالتحريف يعلمون أنهم يقومون بالتحريف أي أنهم على صدق إسرار هذا تمرد كما تمرد إبليس الشيطان على رب العالمين إبليس يعلم أن الله خالق الكون وأنه الأول والآخر وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لا رد لأمره جل وعلا كل ذلك يعلمه إبليس ثم عصى ربه فتمرد عليه هذا تمرد يعني العصيان مراتب هناك العصيان الذي قد يكون عن قبيل الخطأ وعن قبيل النسيان النفسي وليس فقط النسيان الذهني نسيان الذهني كما ينسى الإنسان عادة فهذا الله جل وعلا لا يأخذ به ولا يؤاخذ ولكن هناك نسيان النفسي أي بسبب الغفلة يعني أنت لا تكون قد نسيت بالمعنى الذهن للكلمة ولكن غفلت ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي هذا مش النسيان العادي لكنا عرفوا حنا نسيان الغفلة ولم نجد له عزم ولذلك وصف الله فعل آدم حينما أكل من الشجرة فعصى آدم ربه عصيان فضربوا من المعصيات قد يكونوا بالغفلة ولذلك حينما يتذكر العبد يحصل له الندم ويرغب في التوبة بل يعزل بالتوبة لكن هناك ما هو أفضع من هذا هو العصيان الذي لا يحصل عن غفلة بل عن مشاهدة ومعاينة وإبليس كان يشاهد الحقيقة من بدء أمرها في خلق آدم عليه السلام لكن الكبرى أكل استولى على كل ما في قلبه من إيمان فرفض الإذعان لرب العالمين عياناً ومشاهدة واستيقاناً هذا تمرده وهو بالضبط الذي حصل لبني إسرائيل قوم آمنوا بنبي موسى آمنوا به ومع ذلك ما خاطبوه إلا خطاب الاستهزاء والسخرية أمران لا يجتمعان أن يؤمن الإنسان برسول ثم إسخر منه ويستهزئ بل لا يخاطب ربه إلا بخطاب فيه من سوء الأدب مع الرب العظيم وفيه من تهور ما يدل على تمردهم على ربهم كما علمتم في أقوال الكثيرة من القرآن العظيم في قوله جل وعلا حكاية عن بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد أولئك الذين قالوا هذا هم أتباع موسى يعني المسلمون اذهب أنت وربك كأنه ليس ربهم أدع لنا ربك وهذا كثير في القرآن ولذلك من بعد وفاة موسى عليه السلام شارعوا في تحريف الطورة مباشرة وهذا التحريف وقع منهم تمردا على الخالق جل وعلا وإعلانا للمعصية ولذلك قال الحق جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ووصفهم جل وعلا بما ذكرته من قبل في الحصة السابقة بأوصاف العلم الكاملة يسمعون ويحرفون ويعقلون ويعلمون قاموا بالتحريف على مراتب ثلاثة من العلم سماعا وعقلا للأمر ولحقيقته أي إدراكا وعلما بصنيعه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا العصيان التمرد الشيطاني الإبليسي لأنه من صفات إبليس الطريد اللعين من شأنه لهذا التمرد من شأنه أن يجعل الإنسان على أقسى ما يكون القلب جفاوة وإنكارا للحق ومناقضة له وحينما تصاب الأمة أي أمة بداء التحريف فأعلم أنها أصيبت قبل ذلك بالتمرد عظم في طائفة منها أو في جلها أو في بعضها المهم أن الداء وقع منها موقع القلب والعياذ بها إعلان التمرد أو عصيان التمرد وليس عصيان الغفلة وعصيان الغفلة خطير يؤدي إلى جهنم وعياذ بالله إن لم يتدارك الله العبد برحمته عصيان الغفلة هو من أهم ومن أخطر المصائب التي تبزل بقلب العبد ولكن الأخطر أن يقع عصيان التمرد لأن الإنسان في التمرد يكون قد سمع وعالم وعقل فكيف تنفع فيه الموعظة وكيف ينفع فيه التذكير وهو ذاكر يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وقد قلت مرارا إن القصص القرآني خطاب لهذه الأمة يعني الله جل وعلا خاطب بقصص بني إسرائيل ليس شعب بني إسرائيل كلا بالخاطبة لا نحن يعني رب العالمين من اللي تكلم عنه هود صارى الأمم البائدة ما شيء يعني راه كي سبحانه وتعالى يعني كيعلم يهود هذا الزمان أو زمان محمد عليه الصلاة والسلام يعني بطبيعتهم وينبئهم عن خلالهم وخصالهم كلا هو كي تكلم عن نحن وليس فقط من أجل أن نتملا ونتمتع بالحكاية ولله المثل يعني بحل إنسان لي حاجك وننسك أبدا هذا عبث والقرآن كلام الله تنزه عن العبث ولكن إنما يخاطبنا بذلك لأمرين الأمر الأول أن نعلم حقيقة يهود فلا ننخادع بهم والغريب مع الأسف أن الناس في هذا الزمان لا يقرؤون القرآن ولا يوقنون بحقائقه ولذلك تصرفاتهم مع أعداء الله يهود تدل فعلا ويقينا على أنهم لا يقرؤون من القرآن شيئا لأن كل ما أصبه الله جل وعلا من وصايا تجاه اليهود لا أثر له في أرض الواقع ولأن كل ما كشف الله من حقائق نفسياتهم المتمردة على الله لم تعتبر ولم يعتبر منها شيء في المواثيق والعهود والسياسات وكل ذلك قوم تمرد على خالقهم ماذا ينتظر منهم بعد ذلك في علاقاتهم مع الناس ولذلك شيء طبيعي يتمردون على المواثيق الدولية وعلى كذا وكذا هم تمرد على رب الكون فمن باب أولى وأحرى ألا يراعوا لا أقول في مؤمن في إنسان كيف مكن هذا الإنسان إلا ولذمة هذا الهدف الأول من عرض قصص بني إسرائيل لنكون على بال وعلى علم وحضر من طبائعه أما الثانية وهي لا تقل عن الأولى أهمية وخطورة فهو كشف الداء الذي فتك بدين بني إسرائيل وأوراثهم غضب الله جل وعلا فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين هذا الداء قلت هو داء التمرد وكل ألوان الكفر أمراض النفاق مرض الكفر مرض المعصية بشتاء ألوانها مرض تصيب قلب الإنسان النفساني أي الروحاني الذي تحدث عنه الرب جل وعلا في غير ما آية في القرآن فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب هذه القلوب أم على قلوب نقفالها تمرد فتصاب بالنفاق وتصاب بالكفر وتصاب بالإثم وتصاب بالمعاصي أمراض كثيرة في القاموس والمعجم الديني القرآن السني من تلك الأمراض مرض التمرد وهو كما يفتك بصاحبه يفتك بالمجتمع كله وهذا الأخطر أي حينما يصبح ظاهرة اجتماعية يؤدي إلى إبادة المجتمع كله ولذلك قالت رضي الله عنها زينب أنهلكوا وفينا الصالحون حينما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب وجعل يحدث بفتن ما بين يدي الساعة من هلاك العرب قالت أنهلكوا يا رسول الله وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر خبث فميزان الكثرة هو بمعنى الظهور يعني صار ظاهرة صار ظاهرة اجتماعية وفق شكو للأمر ظاهرة اجتماعية ما شلمك تقع وحد النازل أو لنازلتين كلا ولكن حينما يصبح شيئا موجودا في المجتمع ويقبله ذلك المجتمع عنده قابلية إذا ليعيش وليعشعيش بين خلايا التمرد على الله جل وعلا أو أي داء من الأدواء التي تسمى ظواهر اجتماعية ويصعب آنئذ استئصالها كالداء العضام يحتاج إلى وقت وإلى خبرة وإلى دقة وإلى 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 تمردت يهود على خالقها فباءت بدائها إلى يوم القيامة رب العالمين جعلوا فيهم مرضا مستديما أبديا مزمنا وحذر هذه الأمة بالقصة من أن يظهر فيها هذا المرض الخطير التمرد الناس يخطئون كل بني أدم خطأ وخير الخطأ إن التوابون الناس ينسون فيعصون لا بد من النسيان والمعصية لتكون التوبة الأوبة لكن أن يتمرد ناس على شرع الله فذلك هو الذي وصفه الله جل وعلا بقوله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا والتدمير هؤلاء كما بينت من قبل ليس ضرورة أن يكون تدميرا يعني ماديا بالحروب والزلازل نعوذ بالله من كل ذلك ليس غير هذا شيء هناك تدمير وضمار نفسي والتدمير والضمار الاجتماعي حينما تهتز النفسيات ويفقد الإنسان الأمان النفسي ويفقد الثقة في المجتمع فذلك من أخطر الضمار إذ يعيش الإنسان على قلق يمسي على قلق ويصبح على قلق لا يجد لذة لطعام ولا لشراب ولا لسكن ولا لعمل ومثل هذا منتشر اليوم كثير وسبب من الأسباب الرئيسة في كثير من الأمراض النفسية التي يعاني منها كثير من الشباب وساوس للترابات كوارث الاجتماعية والنفسية هذا ضمار فضمرناها تدمير تدمير البنية الاجتماعية لمجتمع ما يعني أنه قد حكم عليه بأن يعيش الشقاء التمرد إذن من نتائج أن يجهر الناس بتحريف حقائق القرآن وتحريف حقائق القرآن كما أشرت في بداية الكلام سأعود إلى هذه الكلمة ليس بالضرورة أن يتم تغيير الكلمات عن مواضعها أو بعض مواضعها ليس بالضرورة قد يكون نعم كما كان في التوراة بالإنجيل لكن الله كما هو معلوم حافظ القرآن من هذه الجهات ويحفظه أيضا سبحانه وتعالى من جهة المعاني التي هي الآن معرضة للتحريف لهذا الزمان أكثر من أي زمن مضى هالك لما هي ولكن يعرض الناس لها بالتحريف بإخراجها عن دلالتها الحقيقية وبجعل آية الخير تنطق بالشر هذا تعريف وأيضا حينما يراد من كتاب الله أن لا يكون ناطقا بحق هذا تعريف حينما يرفض الإنسان المسلم الخضوع لأمر الله جل وعلا في شريعته في أحكامه من الحلال والحرام ويتجرأ على قلب حقائق المعلوم من الدين بالضرورة فيزعم مثلا أن الخمر حلال كما يزعمه بعض الناس مع الأسف اليوم فرق كبير بين شارب الخمر العاصي الذي يعترف بمعصيته ويتوق إلى يوم توبة هذا غافل هذه غفلة وهذا نيسيان الغفلة ومعصية الغفلة والنيسيان النفسي وأمر مثل هذه المعصية قريب لكن حينما يكون شارب الخمر منكرا لحقائق التحريم غير معترف بأمر الله جل وعلا في شرب الخمر أو الخنزير أو الزنا أو غير ذلك من حقائق القرآن في شريعته مما حكم به الحق يقينا لا مجال لتأويلي ويعمد الإنسان إلى إنكاره وإنكار ذلك إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة هذا تحريف ولا يقع مثل هذا من إنسان إلا من بعد أن يكون قد أعلن التمرد على الله جل وعلا لأنه يعلم ويعقيل يعلمه أو يعقيل أن القرآن يريد كذا ليس هو وراء تلف يعني الحق أبلج النصوص الواضحة القاطعة واضحة قاطعة أم في الله يشكون فلذلك حينما يحرم الحق الخمر أو يحرم الربا أو الخنزير أو يحرم الزنا فذلك مما يعلمه صبيان المسلمين بل ها كهولهم بل ها علمائهم فلذلك إنكار مثل هذه الأشياء هو كإنكار السماء فوق نار فلذلك يكون على علم بما يصنع علم يعقيل مقصود القرآن لأن هذا شيء من حتى الشيء تفسير الحقائق التي تسمع معنوم من الدين بالضرورة الحقائق التي هي يعني متواترة ما كتحتاج للتفسير يتربع علي الناس قبل أن يقرأوا أطفال كيردعو من موتهم بأنه سلواجبا والإسلام هو الإسلام ورب العالمين هو رب العالمين وسيدنا محمد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شيء كيردعوه الناس أطفالا قبل أن يقرؤوا لي في الباف من العربية أو من القرآن الكريم فمثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى تفسير فهي مفسرة من المحكمات القواطع المعلومات من الدين بالضرورة ولكن كما قيل قبل رفعت للشر راية العالم العياذ بالله يتجه نحو الشر وريح الشر تهب على الكرة الأرضية وهذا من الفتن التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والحاكم وغيرهما صحيح المليح تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مسلما تقلبات وأهواء مع الريح حيث مالت يميلون إن جاءت ريح الكفر كانوا مع الكافرين إن جاءت ريح الإيمان كانوا مع المؤمنين ظاهرا مثل هذا يجعل المؤمن يدرك أن حقائق القرآن هي حقائق القرآن وأن أي إرادة لتغييرها وتحريفها ولا تحدث عن الحقائق ثابت القاطعة معنى ذلك أن الذي ينطق بمثل هذا قد تمرد على الخالق جل وعلا يعني ما بخاش عنده همه وفي الأخيرة ولا في الجنة ولا في النار هذا كشيك يقول زيده على رسك انت قاطع الصلة بينه وبين عالم الغيب فلا رغبة له إلا في الدنيا وحينما يتمرد القسات الغلات القسات الغلاء حينما يتمردون على الخالق فانتظر الخراب والعياذ بالله ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالقرآن في جو الفتن هو المؤمن مطالب بالاعتصام بالقرآن عموما ولكن في جو الفتن خصوصا القرآن القرآن لأن حقائقه القاطعة قاطعة ولأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا مطرق ولا مدخل للشك فيه من أي جهة من الجهات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من بيته على المسلمين في المسجد مبشرا قال أبشيروا أبشيروا كان جماعة من الصحابة قلسين في المسجد خرج من الضر ديله منزل عائشة باب ديله على الجمع فخاطبهم أبشيروا أبشيروا فكان من أسليب النبي صلى الله عليه وسلم بشير يركز لمعاني في قلوب الناس كذلهم أسليب التنبيه هذا التنبيه وإيقاظ لهم لتشتغل بما يأتي وبما يلقى من كلام أبشيروا أبشيروا فالتفت إليه الناس قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى يا رسول الله قال فإن هذا القرآن سبب أي حبل حبل لا سبب الحباب طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا والحديث رواه ابن حبان وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير يعني أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هو عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك يعني يعلموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله مش هما الصحابة هما في المسجد وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله ولكن إضافة إلى ما فيه من مقاصد التنبيه زيادة لأنهم بغين بهم وفيق القلوب ديالهم والعقول ديالهم بش يشدوا هذه الحقيقة شد وحدها إضافة إلى ذلك فيه معنى آخر وهو أن ما سيقوله لهم حقيقة كبرى عظمى أكبر من أن استعبها العقول الصغيرة يعني واحد الحقيقة كبير جدا وهي أن كتاب الله جل وعلا هذا القرآن الذي نتلوه صباح أو مساء والذي يجمع المسلمون على أنه فيه حل كل معضلة وفيه سبب كل خير ما فرطنا في الكتاب من شيء وإنما مشكلتهم هي كيف وكل ثم صيدارية جامعة مانعة ولكن كيف تأخذ دواءه وكيف تطبق ذلك على نفسك وبيئتك هذا هو الفقه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه فيه الدين ما الدين النصص الدين الإسلام والإسلام الكتاب والسنة إن الدين عند الله الإسلام فليس كل مسلم متفقها في دينه وليس كل حامل للكتاب والسنة متفقها في الكتاب والسنة ليتفقه في الدين فإذا تفقه كانوا أهل نظارة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نعم لهم يحضروا كيف النظار يعني النذير والنظارة لا يقعان إلا بقلب عبد خاف خاف إيش معلت النذير النذير يعني إحساس إحساس بالخوف من شيء فلو لم تخاف الشيء لما انتبهت إليه ولا ما اعتبرته نذيرا ولا صالحا للإنذار به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقع الوحيو بقلبه وأدرك أن هذا الكلام كلام رب الكون وقع له ما وقع من تغير في حياته تبدل وتغير عليه الصلاة والسلام إلى خير وتحول إلى إنسان يقض عارف بالله مشتغل به الليل والنهار وأدرك ما عليه الناس من الخطر العظيم بعدا عن الله وبعدا عن القرآن وضلالا وجهلا بالدين فخارج حينما أمر بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر خرج إلى العرب وصاعد الصفا الصفا والمروة يعني الحجرات بججل كينين بين المساعد إلى يوم الناس هذا روما أحدا حرم معروفين صاعد الصفا سخرد الصفا اللولة كيف بدأوا بها صاعد الصفا فنادى بطون العرب بطون العرب يعني القبيل العرب بني فلان بني هاشيم بني عبد مناف بني كذا حتى اجتمع إليه رؤساء الناس ووجهاؤهم وقال قولته الشهيرة لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقي قالوا ما زربنا عليك من كذب قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد هذه نكتة علمية تبصيرية لأنه عليه الصلاة والسلام مشيغر نذير بشير ونذير بل بشارته سابقة على نظارته لأن رحمة الله سابقة هو بشير ونذير ولكن في أول خطاب كي تكلم مع العرب ما قال لهمش بشير فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لما لأن الموقف موقف خطر والعرب آنئذ على الكفر وعلى عبادة الأوسان وعلى الجاهلية العمياء البكماء الصماء وحينما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الوحي لأنه عد للرسل على عهد جديد بالرسالة فاق استيقظ قلبه على حق عظيم وعلى باطل مبين يعني شاف واحد الفرق كبير بين هذا الشلي وقع في قلبه من الوحي وبين الواقع فرق ما بين السماء والأرض فرق ما بين النار والماء فأدرك حجم الخطار الذي يتهدد الناس فلم يملك إلا أن ينطق بالنظارة إني نذير لكم بين يديه عذاب الشديد لأنه تخلع عليه الصلاة والسلام وقع الوحي من قلبه موقع الخوف والخشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف به إذا نزل على قلب بشر وليس حجر كيف به يكون بل على قلب رسول من آرق الناس وأرحمهم بالمؤمنين رؤوف رحيم لم يملك إلا أن يكون نذيرا فالنظارة لا تقع من الإنسان لنفسه ولغيره إلا إذا وقع الخوف أولا بقلبه ولذلك وعظ الواعظ غير الخائف لا ينفى سبحان الله الرحمن لأنه إن لم يقع الخوف بقلبه أولا فإن الموعظة لا تصد لأنها تكون جافة عارية عن الصدق وإنما الصدق لدى النذير الخوف وإن لك تخوفني واحد حاجة أنت ما خيرش منها ما يمكنش يوقع فيها الخوف فمن هنا إذ كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أول الخائفين أول الخائفين خوف الربان التعبدي طبعا مش الخوف المرضي حاشا عليه الصلاة والسلام أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم وأتقاكم وإنما التقيا والتقوى من الخوف والخشيا وهو أيضا أخشاكم كل هذه العبارات وردت في السنة في وصفه الأخشا والأتقا والأعبد كل ذلك دال على أن قلبه كان قلب خائف من ربه جل وعلا خوف تعبد وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا صفة الأنبياء من صورة الأنبياء رغبا ورهبا والرهب أو الرهبة كلاهما بمعنى واحد الخوف التعبدي الذي يقع بقلب العابد للرب المعبود جل وعلا ولذلك سبحانه وتعالى حينما بين لنا حقيقة بني إسرائيل حينما تمردوا على الخالق نبهنا إلى أن هؤلاء فقدوا الخشية والخوف من الله جل وعلا ومن فقد الخشية والخوف من الله فإنه ينتظر منه أنائذ كل شر كل شر القصص القرآني في مثل هذا كما ذكرت نذير لنا نحن أيضا من أن يقع فينا داء الأمم السابقة داء الأمم السابقة ولذلك قال جل وعلا في مثل هذا السياق الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ أُوتُوا بِنَيْتَوا بَلَا يَنْ نَسِلْهِ وَبِنْ وَأَيْقُمْ اللَّهِ وَبَنِهُ وَهِوْمْ وَعَدْ لِلْنَا وَيْنَهُ وَأَيْلْهُ وَعْلَيْهِ وَبِمْ وَعَلَّهِ وَبْهُ وَعْلِهِ وَبْكَ وَمْدُوا الْلَّهِ وَكْرِهِ وَ ـ dolar وإنما حبله القرآن وإنما حبله القرآن كتاب الله حبل الله في رواية الطبري صحيحة أيضا كتاب الله تعالى حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به فإذن حينما تقع هذه الحقيقة بقلب العبد كأنما يفاجأ شيء عجيب جدا أن يكون هذا القرآن إذن هو الحبل الرابط بينك وبين الرب جل وعلا تشد عليه وتقبيضه إذن أنت من الآمنين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن الأمان الأمان التام الأمان من الضلال فإنكم لن تضلوا والأمان من الهلاك ولن تهلكوا بعدي أبدا فإن تمسكتم به إذا شدتوا فيه تنجوا من أمرين الضلال والهلاك الضلال أنه ابن أدم يفقد لبغوا صلاة ما يبقى عارف قبلة الحق في نجاته فيضل بين المنافقين والزناذقة والفجار ويتبع كل من يرغو برغاء الكفر أو الزندقة أو الضلال ممن يعلن التمرد عن الخالق جل وعلا وعلى شرائعه وينجو كذلك من الهلاك بمعنى يهلاك دنيوي مما قد يقع بالناس نعوذ بالله من انتقام رباني عاجل وهو مشاهد هالأمام البلاد العباد حولنا نرى ونسمع نعوذ بالله أخبار لا تأتي إلا بمثل هذه الكوارف لكن الناس ليس كل الناس ولكن كثير من الناس عمي لأنهم يفسروا الوقائع التي تقع تفسيرات مادية تقطع الصلة بالسماء وقع زلزال قلبولرد مالهار وقع فيضان الجو وقع له طبقة الأذن تقبت وكذا كذا هي صحيح ولكن ليس هو السبب ما وراء ذلك هو السبب لأن كل حركة في الكون إنما تتحرك بإذن الله وبعلمه وش ممكن يقع شيء في الكون بغير إذنه جل وعلا أو بغير علمه سبحانه وتعالى عما يصفنا علوم كبيرا لا تخطو نملة في الظلام الداميسي إلا بعلمه ولا تسقط ورقة إلا بإذنه ولا يقع شيء من الخواطر الدقائق في أي نفس كانت إلا وقد علمها جل وعلا وخبيرها وهو العلم الخبير هذه آيات ونذر وقد اشتدت وتواترت في هذا الزمان والمؤمن البصير بالحق يرى أنها رصائل من الله إلى الناس ينجو المؤمن المعتصم بكتاب الله ينجو من الهلاك بهذا المعنى أولا وينجو من الهلاك الآخر وهو هلاك الآخرة نعوذ بالله منهما معه ومن كل شر ومن كل فتنة في الدنيا أو في الآخرة باب النجاة بين واضح لكن لمن أراد مشكلة أننا لما نسأل أنفسنا هل نريد فعلا أن نكون من أهل النجاح والنجاح أم لا نريد لأن الإرادة إذا تحققت بك ومنك فلابد أن تتحقق بعزيمة لأن الإرادة أبغيت نعز إذن أن تتكذب على نفسك لأن الإرادة ما معنى تريد أي عازمت وتوكلت أما الذي يقول أريد ولكن على غير عزمين هو لا يريد اقتعن إن تريد فعلا إن كنت تريد الآخرة تريد الله والدار الآخرة تريد النجاة لنفسك تريد الفوز بالجنة تريد الحق فاعزم عزمة الحق وإلا فلا والقرآن بين يديك واضح المحكم فيما فيه العمل يعني الحاجة التي تحتاجها في القرآن تخدم بها وضع محكمة لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير بيانها الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله ما زال يعني هي ما محتجاش عن شيء واحد يفسرها هل تحدث عن المحكمات هل تحتاج إلى من يفسر لك ويستدل لك ويحشر لك الدلائل على تحريم الربا على تحريم الزنا على تحريم الخمر هذا عبث ولذلك المفتي الذي يفتي بأن الخمر حرام يسخر من القرآن هذا كيسخر من كتاب الله تعالى هل تفتو هذه القطرة قطعوا رميها سير لأي طفل صغير يفتيك بأن الخمر حرام ولأي برأة عجوز أمية لم تقرأ كتابا ولا خططه بيمينها تفتيك بأن الربا حرام هذا اللعبة والسخرية بكتاب الله والسخرية بالمؤمنين المؤمنين بالقرآن الحقائق حقائق كما قلت السماء فوقنا طبعا هي فوقنا ما رأيش تحترش لنا البدهيات ولذلك قالوا وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يعني ما بقى شي حاجة اللي تبقى وقفة وشدة مدعى وصحيحة كينا إلى حتى النهار خسنا ندير ليه الدليل بأننا راحنا في النهار مش في الليل ولا لما نكون في الليل خسنا الحجاج الأدلة بإذراد راما شدها هذه المصيبة القرآن حقائقه المحكمة والتي عليها العمل سبحان الله العظيم الأمور يعني انبنيع لها الدين الضروري الضروري من الدين اللي انبنيع لها الضروري من الدين كل ها السوار ذي لها في القرآن صحيحة ممتينة لا تحتاج إلى تفسير لا يختلف عليها اثنان ولا يتعنطح عليك مشان كما يقول واضحة جدا إلا من أبعا كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلوا لجنة إلا من أبعا غير لمبغش ادخل باب القرآن بوعي أن الله يتكلم به ما تغيبش هذه الحقيقة وهي حقيقة مهمة حتى لا تفقد إحساسك بعظمة القرآن وبروع القرآن وروعته استحبر أن هذه الآيات علامات أنزلها الله لك أنت فلان بن فلان لتهتدي ولتتخذ لك مسلك الصراط المستقيم إلى رب العالمين وتكون من الآمنين خذ الألفاظ والمفاهيم من القرآن لا من الناس خذ الحقائق من كتاب الله لا من الإعلام حقائق الدين خذها من كتاب الله لا من الإعلام ولا من الغوغاء والدهماء والجهلاء حقائق القرآن واضحة واضحة والحق كما ذكرت مرارا أبلجوه حق أبلج واضح كوضوح الفجري عند انفلاقه والباطل والاجلج باطل سبحان الله العظيم ما تجاه شد رس كتوقفوه بالعكاكز لا يستقيم الشيء الذي يحتاج إلى الاشتدلال ومن بعده الاشتدلال ومن بعده الاشتدلال هذا إذن لا يكون من الحق بشيء أما الحق فيدل على نفسه بنفسه لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل أحد العارفين بالله من العلماء الربانيين تدبر وتفكر في خلق السماوات والأرض فخاطب ربه جل وعلا بهذه الكلمات التي ذكرت لقد وضح الطريق إليك أي يا الله يا رب الكون يا رب العالمين طريق الرب العالمين واضح لمن أراد فعلا مشكلة هل عندك إرادة للسير إلى الله وإعلام القطيع مع ماضي الآثام والغفلة والعصيان والتمرد على الرحمن أم لا هذا السؤال جوب عليها أولا لتعرف ما موقعك ما خطوك لقد وضح الطريق إليك قصدا أي لمن قصد الله إذا كنت قد قصدت الله طريق واضح قصد تغيره هذه قضية أخرى والباطل نجلج أما من قصد الله حقا وصدقا الطريق واضحة لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل فما أحد أرادك 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 أولا لم يريد غيرك وإنما أرادك أنت يا رب العزة وحدك لا شريك لك ثانيا أرادك حقا أي عزيمة مش نعس مرخي أرادك فإن كان قد أرادك فلا حاجة له إلى دليل لأن الله هو الدليل على نفسه جل وعلا وش اللي شف النور هو في الظلمات وشف النور بقي محتاج لشمعة وصله أنت أبصرت النور أمامك فالنور يدلك على النور والظلمات حواليك لا تهدي إلى شيء فكيف يستدل على الحق بالخلق وإنما يستدل على الخلق بالحق جل وعلا هو الدليل علينا ولسنا نحن الأدل لا أعلي يعني حقيقة القرآن حينما تقرأه بصدق الإيمان وب نية الافتقار إلى حقائقه مش بنية الكبرياء وبنية الجدل تقرأ بشتحتج على الآخرين كلا وإنما تقرأوا القرآن بنية الافتقار لانتا محتاج مفتاقر إلى القرآن مفتاقر إلى علاجات القرآن تجد الدواء مشخصا واضحا موصوفا لأن القرآن رهبا شي جامد بدأت خيل الإنسان زمن مكيز مصحف يبقى العقل يلو محدود في الوراق والخطوط هذا غضط الوراق والخطوط إن هي إلا صحف جامدة قيمتها بما يقرأ فيها لا بذاتها شد مصحف أي مصحف ومسحو من القرآن شباقي لوراق صوب من الكاليتوس ومشيخ شباق وراء طف دير بها أي حاجة لا قيمة قيمة المصحف بما دون عليه من كلام الله تمكن القيمة ولذكر عندنا مشكلة منك نهزو القرآن بعض الممينين كي يقبلوا هذه من المشاكل أيضا إضافة إلى أنها بيدعاف لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة شم المشكلة حصل إنسان عقل ابنها دم ركز في الوراق اخرج من الوراق وادخل القرآن تجد حقائقه وبصائره متهز القرآن فعلا وتدخل بابه وتقرأ وتشعر أن الله جل وعلا يتكلم قرآن حي مش ميت ما تصورش بأنك يعني تبدأ تقرأ وقدرت صلى حينما تدخل القرآن حقا فقد دخلت الحياة دخلت الحياة لأن القرآن روح يحيي به الله القلوب الميتة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده القرآن سبحان الله العظيم الطبيعة دياله يعني ولله لمثل أعلى كالمغناطيس حال هذه الحجرات التي تجبدل كما نفعل بالزب ديال الأجهزة في الراديو وفي التلفزيون وفي الأخير حال هذه الهند يعني بمجرد ما تشوف الحقائق دياله غير خرج من الله ورأت ودخل في القرآن يعني قرأ كلام الله هكذا دخل القرآن اقرأ كلام الله الله يتكلم صف يأخذك القرآن آنئذ إلى مولاك ما تضرب هم ما تضرب حسبا ما تفكر كيفاش غدي الدير الله جل وعلا يتولاك آنئذ والذين جاهدوا فينا لا نهدينهم سبلنا هو جل وعلا يدلك على نسه ويقودك إلى ذاته لا نهدينهم سبلنا هو جل وعلا يتكفل بذلك ويقوم به ما ترفض هم وإنما أدخل همك واحد أن تطرق باب القرآن وأن تطلب القرآن طلب مفتقر محتاج مستيقظ القرآن سيشتغل هو حي حي هذا القرآن روح هو روح وإنما الحياة بالروح والعكس غير صحيح يعني الروح ما محتاجش للحياة هو الحياة يجي من الروح ثمن فارقه الروح فارقة الحياة ولا تفارق الحياة جسما إلا بعد مفارقة الروح والقرآن روح مستحيل أنه يقول لك واحد قرأ القرآن وما وقعت له شيئا قضى في قلبه وحياه إلا إذا كان لم يقرأ القرآن حقاً ولكن بقى مشغول بالورقة القرآن إذا حل كل معضلة نقول هذا موقينين حل كل معضلة على مستوى النفس وعلى مستوى المجتمع لكن بشروط الدخول إلى القرآن دواء من كل الأدوان وشفاء من كل الأمراض المعنوية النفسية والاجتماعية باشتاء وعيها لأنه عجزة يعني بعض الناس يبدأ يقول لك بزاف ما يمكنش كيفاش كذا ما الإعجاز إذن وإنما كون القرآن معجزا أن العقول تعجز عن إدراك كيف وإنما تؤمن تؤمن فالقرآن إذا أخذ مأخذ التعبد كان الخير كله وأقل كله منه أما إن لم يأخذ مأخذ التعبد طبعا فإنه لا ينتج لأن من شرط طرق باب القرآن أن تطرقه عابدا مفتاقرا وآن إذن افتح الله لك كنوز القرآن وأصراره على قدري صدقك وإقبالك عليه فما أحد أرادك استدل لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر